السلام عليكم ورحمة الله فيديو جديد من المدرسة التركية مع حمزة نسل سنز ايم سنز كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن صيغة مهمة جداً في اللغة التركية وهي صيغة المصدر اللي معناها ماستار 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 طب يعني المصدر وشكله ايه في اللغة التركية؟ احنا عندنا مثلاً كلمة يازماك يازماك الكتابة الكلمة دي مقسومة لحكتين فعل الأمر ياز المعناه اكتب واللاحقة ماك وزي كمان كلمة جر ماك جر ماك النظر ودي كمان مقسومة لحكتين فعل الأمر جر اللي معناها انظر واللاحقة ماك فبكده نفهم ان صيغة المصدر في اللغة التركية بتتكون من حكتين صيغة الأمر من الفعل زي دا اللحقة ماك أو ماك طب امت بنستخدم اللوحقة ماك وامت اللوحقة ماك دا حسب قاعدة طوافك الصوري فلو كان آخر حرف الفعل هو ها او الاخ نستخدم اللوحقة ماك فيلا نتعرف على بعض أمثلة اللحكة مك وبعض أمثلة اللحكة مك هنتكلم في الأول عن اللحكة مك أول مثال عندنا على الفعل ياب اللي معناه اعمل عايزة أقول العمل فهضف لها مك فتبقى ياب مك ياب مك العمل ياب مك وعندنا المثال التاني على الفعل كونوش اللي معناه تكلم كونوش عايزة أقول التكلم هضيف للفعل كونوش اللحكة مك فيبقى كونوش مك كونوش مك التكلم كونوش مك والمثال اللي بعد كده على الفعل أويون أويون إلعب أويون عايزة أقول اللعب فهضيف للفعل أويون اللحكة مك فيبقى أويون مك أويون مك اللعب اللعب أويون مك والمثال اللي بعد كده على الفعل أوكو اللي معناه إقرأ أوكو عايزة أقول الكراءة فهضيف للفعل أوكو اللحكة مك فيبقى أوكو مك أوكو مك الكراءة أوكو مك وآخر مثال عندنا على اللحكة مك هيكون عن الفعل أويون نم أويون عايزة أقول النوم فهضيف للفعل اللحكة مك فيبقى أويون مك أويون مك النوم أويون مك ودلوقتي نتعرف على أهم أمثلة الكلمات اللي بتستخدم فيها اللحكة مك وأول مثال عندنا على اللحكة مك هيكون عن الفعل اران تعلم اران وأنا عايزة أقول التعلم فهضيف اللحكة مك للفعل اران فتبقى اران مك التعلم اران مك اران مك والمثال اللي بارك كده عن الفعل دين لا استمع دين لا وعايزة أقول الاستماع فهضيف للفعل دين لا اللاحكة مك فيبقى دين لا ماك دين لا ماك والمثال اللي بارك كده عن الفعل جيت اذهب جيت وعايزة أقول الذهاب فهضيف اللحكة مك للفعل جيت فتبقى جيت ماك جيت ماك ودلوقتي هنشوف أمثلة لبعض المصادر عن طريق الجمل اردتوا التحدث معاك قليلا سانين لا بيراز كونوش ماك استاديم سانين لا بيراز كونوش ماك استاديم سانين لا بيراز كونوش ماك استاديم حوايات المفضلة هيا الكراة أن سفديم هوبيم أكومك أن سفديم هوبيم أكومك أن سفديم هوبيم أكومك أنه مبكرا شيء جيد أركان أيومك إي بي شاي أركان أيومك إي بي شاي وبكرا أنكم خلصت جميع أفكار درسنا ولشان أتأكد أنكم فهمتوا الدرس كويس فأتمنى من حضراتكم تكتبوا لي في الكومنتات المصدر من الأفعال دي أطور أجلس إيتش أشرب تشالش ذاكر وبكرا أنكم خلصنا فيديو النهاردة وأتمنى أنكم تستفيدوا منه ما تنسوش لو أعجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر